بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب أهل وسلم بكم محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الثالث طلاب دور الألكترونية شوانكم مشاهلا تكونون بخير وصلنا إياكم موضوع جديد اللي هو شنوى التلقيح انتبه عليه طلاب احنا بالمحاضرة السابقة من شرحنة خلي أذكرك شوي أحب أشغل دماغك أخذنا المتوك اللي هاي السودات صح لو لا وأخذنا هنا عندي شنوى المدقح شوف المدقح نختار لها غير لون تمام المدقح مين تتكون يا ولد هنا عندي شوية أحتاج شغلة نروح لنا بصفحة جديدة أفضل حتى تبقى كمسودة تبقى عليه على مدماء خرب شوف أخذنا إحنا المحاضرة السابقة بالقل أخذنا شنو هاي السودات اللي تكون من من الخيط تكون من الخيط عجيب يا بو هاي السودات كافة صغير تكون من الخيط و المتوش وخذنا البارحة اللي هي شنوى المبيض وتكوين البويضات اللي هو المدقة كاملة شبيه المدقة ميسم وقلم ومبيض صح لولا باو المتوك حنا قلنا شكوان كوان عندي حبوب اللقاح المتوك شكوان حبوب اللقاح هاي حبت اللقاح شوف حبت اللقاح شبيه بيها خلية مولدة خلية شنوى آآ مبوبية بالبداية خلية مبوبية وبيها خلية مولدة هاي وين تكونت تكونت بداخل المتوك كتب عليه هاي وين تكونت تكونت هنا عدك بداخل المتوك هاي حبت اللقاح هنا نتانت وين بالمتوك اللي هي حبت اللقاح الغير ناضجة والمبيض بداخلها شنوى ببوايضات اتبع عليه نجي نرسب المبيض شنوى اللي بداخلها حتى تصير عندك صورة كاملة للموضوع بالكوان المبيض تعرف أنت بداخلها استاذ ب البوايضات المرتبطة بجدار ومبيضة عن طريق شنوى الحبل السري اللي هو شنو اللي عندي آآ استاذ عندي ثلاث خلايا سمتية ونواتان قطبيتان وهاي البيضة استاذ وهاي خليتان مساعدتان صح لولا هذا اللي هو عنده شنوى البوايض الناضج طوال المشيجي للإثاء والناضج اتبع عليها الباحة كلها اخذناها هاي حبت اللقاح غير ناضجة هذا البوايض الناضج زيب احنا اليوم عندي عملية بالكوية عده عملية شوف هايش اسمها الجاي اشنو حبت لقاح باب حبت لقاح وين موجودة بالمتك زيان هاي العملية شنوى انتقال انتبع علي انتقال حبوب اللقاح من المتك وين باب وين الى الميسم انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم هاي شنو العملية شا اسمها التلقيح شنو التلقيح يا الله عرف ليها عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم هاي جبتها حطيتها هنا على الميسم نروح نرجع للصفحة السابقة تبع عليه شنو التلقيح يا الله لدك تتعرف ليها استاذ عملية انتقال حبوب اللقاح عملية هي شنو انتقال انتقال منو اللي راح ينتقل حبوب اللقاح من هي حبوب اللقاح موجودة من المتك هي من و إلى من المتك إلى الميسب تبع عليه التلقيح عملية انتقال حبوب اللقاح عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسب فهذا شو تعرف تلقيح عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم فالتوقيح شو تعرفه عملية انتقال الحبوب اللقاح من المتك الى الميسم هذا توقيح هذا الانتقال شو راح يسوي لي يقول ونتيجة هذا الانتقال تبع علي ونتيجة هذا الانتقال يؤدي المن الى الاخصاب يؤدي المن الى الاخصاب يؤدي المن الى الاخصاب وتكوين البذور زين هو منه اللي راح يكون البذور اذا نساعد الاخصاب انا راح يكون لشينه البذور بدون اخصاب ما باور التلقيح عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم زين نتيجة هذا الانتقال شو راح يصر ادي عملية الاخصاب ومن الاخصاب شو راح يكون لي البذور صار واضح عندي نوعين عنه من التلقيح عندي شوف راح أسئلك سؤال وتتجاوبنا عليه عندي عني هاي لقاء هاي التربة عندي بيها نباتين هذا نبات وهاي بي وردة خلي شوي أكبر لك حتى تكون ماضحة وبعدين زغر الرسم عندي شنوية نبات هاي عدي نبات هاي الورقة مالتي وعندي هاي شنوية الزهرة بس الزهرة راح أكبر لك إياها بالك وياي خوش حتايا هاي شنوية الزهرة وهاي زهرة ثانية بس نفس النبات طلعت عن غير شجرة لو نفس الشجرة لا أستاذ نفس الشجرة نفس شنوية نفس الشجرة أستاذ كل شجرة شبيها بيها اللي هو سودات وبها شنوية المبيض وبها شنوية هاي هم سودات اللي هو متوك ومبيض عندي اللي هو العفو المدقك كامل صح لو لا زي أستاذ شنو هو تلقيح عملية انتقال حبوب اللقاح هاي حبة اللقاح أستاذا انتقال حبوب اللقاح من هذا الموتك إلى ميسم نفس الزهرة أو الى ميسم زهرة أخرى أباوة هاي الزهرة الأولى تنتقل حبوب اللقاح من الموتك الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة او الى ميسم زهرة اخرى بس بشرش تكون لنفس النبات هذا رح تسميه بالتلقيح الذاتي التلقيح شنوه الذاتي التلقيح الذاتي التلقيح التلقيح شنوه الذاتي سان شنوه تعريف التلقيح الذاتي عرف ليها باو عملية انتقال حبوب اللقاح عملية انتقال من هو حبوب اللقاح عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنفس العفو عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم شنوه نفس الزهرة الى ميسم شنوه نفس الزهرة الى ميسم نفس الزهرة الى شوف عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى ميسم شنوه نفس الزهرة تبع عليه نفس الزهرة هاي حبوب اللقاح انتقلت ما عليه من المتك زهرة الى ميسم نفس الزهرة او الى ميسم زهرة اخرى لنفس النبات شوف طلعت بغير شجرة لو نفس الشجرة شوف عملية اتقال حبوب اللقاح من متق زهرة الى ميسم نفس الزهرة او الى شنوى الزهرة اخرى المن لنفس النبات لنفس شنوى النبات عرف لتلقيح الذاتي شوفوا عنا اليوم طبعا ساعة بصنا عشر ونصف وخمسة واصل لكم المحاضرة طبعا هي المفروض اليوم الجمعة تنزل الصبح بس شوية اكواحكة صحية وماعرف شنوى الوضع والستوديو هوسة وخربطة ونارة ماعرفة سيمكن مرتبة ولاها من طول رأيكم بها اتباع علي شوف ادي شنوى عندي التلقيح الذاتي انتقال حبوب اللقاح من المتق الى الميسم بس يا ميسم نفس الزهرة حلو او الى ميسم زهرة هذو التلقيح الذاتي انتظ numbers تنطينوا امثلة على التلقيح الذاتي من المثلة على التلقيح الذاتي يا شباب اللي هو شوف تتغده تاكل حنطة زائد شنوه شعير يعني لو خبزة بيض لو خبزة سمر صح لو لا اشتتغده تمن اللي هو شنوه الرز زائد الفاصولية زين عدك شنوه الحنطة والشعير والرز والفاصولية هذا كله غده وراء الغده طيك شنوه اللي هو الليمون او البرتقال خليقوه البرتقال زين وزائد عده من هو القطن نعم بلا خير طينا مثال على نبات يتلقح ذاتيين عندك منه الحنطة والشعير والرز والفاصولية والبرتقال والقطن صار واضح حسنا نرجع شوية عادة سريعة للتلقيح انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم هاي تلقيح بصورة عامة ونتيجة حملية هذا الانتقال رح يصير عدي الاخصاب الاخصاب رح يكون لي بذور زين من احمليات الموادية لا تكوين البذور زين عدي تلقيح اتقال حبوب اللقاح من المتك زهرة الى ميسم نفس الزهرة او الى زهرة اخرى لنفس النبات هذا تلقيح الذاتي منه الامثل على تلقيح الذاتي الساد الحمطة والشعير والرز والفاصولية والقطن والبرتقال زين هذا تلقيح الذاتي بس اكو عدي تلقيح الساد ثاني يختلف باختلاف هاي العملية اللي شوفتني اياها عندي هذا نبات اي وهذا نبات شنوة بي هذا النبات بي زهرة اكيد بي زهرة ساد وهذا النبات هم بي زهرة بالك وياي نبات لو مو نبات نبات فهاي حبة اللقاح بالك وياي هاي شنوة حبة اللقاح هنا بعد ماكو داعي ارسم لك كل ساعة ميسم ومادروا شنو هاي هاي حبت لقاح تلقيح باوع تلقيح هذا شف هذا تلقيح انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة المن الى ميسم زهرة اخرى بس انتبع عليه نفس النبات لو نبات اخر شنو هاي استاذ هذا اي هذا بي فعملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم من وي زهرة اخرى عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم شنو زهرة اخرى لنبات اخر عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى المن لنبات اخر عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر حسب الرسم هذا ش اسم التلقيح استاذ هذا اسم التلقيح الخلطي التلقيح شنوه الخلطي شنوه تبقيح الخلطي يا شباب قال عملية انتقال حبوب اللقاح عملية انتقال انتبع عليه عملية انتقال حبوب اللقاح من متق زهرة عملية انتقال شنوه حبوب اللقاح اكيد هي راح تنتقل حبوب اللقاح يا وين موجودة حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى عمليات انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى المن لنبات اخر بس يصير بشرط شوفوا الشرط مالته لنفس النوع يعني برتقال على البرتقال يصير زين هذا تلقيه خلطي او ربما هاي الاو ناخدها بغير لون اتبع عليه او بمنطك يا هب يا لون يا لون هذا اتبع عليه او المن شوف عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر لنفس النوع او ربما تنتمي لنفس الجنس اتبع عليه فعملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر لنفس النوع واو ربما ينتمي لنفس الجنس هى المتنتمي ينتمي لمن لنفس الجنس يعني شين استاذ يعني برتقال على البرتقال هاذا نوع هو نفس النوع بس هذا الابرتقال على الليمون يمكن يصير في تلقيه الخلطة لانتناه تم المن يجلس الحمضيات صار واضح هذا اللي هو بالنسبة المل للتلقيح الخلطة صار عدي نوع من التلقيح خلطي والتلقيح الذاتي التلقيح الخلطي والتلقيح الذاتي زين شنو باور يقول تلقيح الخلطي أهم من التلقيح الذاتي شو يقول يقول التلقيح الخلطي يا ولد علل علل اي شنو اهتنات النفس اللون مستحيل علل التلقيح اللي هو من هو الخلطي مو الخلطي الخلطي اهم من التلقيح الذاتي يقول تلقيح الخلطي اهم من التلقيح الذاتي راح اسألك سؤال وتجاوبني انت عندك حديقة بالبيت عندك حديقة بالبيت اتكم حديقة او خلني نقول بستان بستان هذا راح اجي قطعة بالنص واحد راح اسأو بيه تلقيح ذاتي واحد راح يصير بيه تلقيح خلطي انا اكتبت خيطي خلطي تبع عليه عندك بستان واحد بيه تلقيح ذاتي واحد بيه تلقيح خلطي شوف وراء فترة من الزمن نقول هنا وراء 30 يوم وهنا وراء 11 يوم وراء وراء 30 يوم حصلت انه على تفاح هنا وراء 15 يوم راح اجي القى التفاح هنا يختلف القى شنوه يختلف اول شي شنو اكبر زي صح له لا واكثر عددا شوف هنا ثمار الناتجة الثمار والبذور الناتجة من تلقيح الخلطي يتقل لي ياه الاكبر ما التلقيح الخلطي لو الذاتي لا استاذ ما الخلطي ياه الاكثر ما التلقيح الخلطي ياه الاسرع بالنمو هاي وراء 15 يوم زي شوال 30 يوم اذن ما التلقيح الخلطي فلهذا يقول التلقيح الخلطي يعني شنو اهم من التلقيح الذاتي ليش استاذ لان الثمار راح شي تجاوبه تجاوبه هذا الجواب يتقل استاذ لان الجواب لان لأن الثمار الناتجة من التلقيح الخلطي شبيهك لأن الثمار الناتجة من التلقيح الخلطي يلا أكبر حجما أكبر شنوه حجما بعد وأكثر شنوه عددا بعد وأسرع نموهن صار واضح يقول الثمار الناتجة من التلقيح الخلطي يعني شو تكون أول شيء كبير بالحجم وأكثر بالعدد وأسرع بالنمو فلذلك راحش نلقي علل ينصح المزارعون بإقامة خلايا النحل في البساتين أو قريبة منها ليش ينصح المزارعون بإقامة خلايا النحل يعني أنت كمزارع وعددقاء لو تخلي لك بها تزرع شنوه تخلي لك خلية وما النحل أو قريبة منها ليش لا تدري أنت النحل هذا يقمز على الورد تشلب منها حبة لقاح تشلب منها حبة لقاح ويروح الثانية حبة اللقاح تشلب وين بالميسم وفيسرعدي شنوه تلقيح خلطي فالجواب هنا ش تقول استاذ الجواب لضمان شنوه حدوث التلقيح منوه الخلطي وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة صار واضح شباب نحن نخلي خلي نقول يعني نسوي نقول ينصح المزارة من بقامة خلايا النحل في البساتين أو قريبة منها ليش لضمان حدوث التلقيح الخلطي لحتى أنه شنو أظمني صرعدي شنوه تلقيح خلطي تمام ما لعلاقة بالتلقيح الذاتي تلقيح الذاتي ما يحتاج حتى أنه نحل هي أحبة اللقاح توقع من الميسم صار علي عفو توقع من المتكتو تروح قبل على الميسم صار واضح زيلا استاذ هسه هنا تمام نرجع للصفحة نضيف النفع الصفحة بالكويا يقول شنو دور يجيك سؤال هذا موجود بأسئلة الكتاب سؤال ما دور شنوه النحل في عملية شنوه تلقيح هاي بأسئلة الكتاب فينو دور النحل في عملية التلقيح تتعرفش تجاوبني جاوبنا هذا الجواب تقيل استاذ باور تقيل استاذ الجواب يقدر يقدر الاقتصاديين يقدر الاقتصاديين ان واردات واردات النحل في العالم سنويا تقدر بمن بمئتين مليار شنوه دولار بمئتين مليار دولار شنوه يعني استاذ يقل استاذ انو اذا اريد احسب الثمار الناتجة والبذور الناتجة من التلقيح الخلطي بس عن نحل اذا كل العالم بالسنة من ابي هاي الثمار رح احصل مئتين مليار دولار صار واضح زين 100 مليون دولار مو مليار 200 مليون دولار تأكد يقول ليس فقط النحل له هنا 100 ملاحظة تبع عليه يقول ليس فقط النحل الى دور بمن بعملية التلقيح ليس فقط النحل له دور في عملية التلقيح يعني مو بس النحل لعد أستاذ منه عندك طيور وبعض منه العضاية شنو أستاذ هاي العضاية احنا شوف بالرابع كاتب لي العضاية قلكتناية الأظافر مثلا غازال وغيرها هنا لا يعني يقصد بها شنو العضاية اللي شون مثلا السحلية أبو بريص ذن يسموه شنوه عضاية ذن يهم انه تحتبر انه من الضاب ذن تحتبر شنوه من العضاية ولها دور بمن بعملية التلقيح زيان بعد شنوه وكذلك الإنسان وكذلك شنوه الإنسان كما في فراغ اللي هو من هو النخيل سؤال سؤال ما نوع تلقيح في النخيل شنوه نوع التلقيح في النخيل الجواب هذا معلتك استاذ تلقيح شنوه خلطي تلقيح شنوه خلطي تلقيح خلطي زيان زيانستاذ ليش النخيل هذا سؤال استنتاجي هو ما موجود بالمنهج النخيل يلقح خلطيا فقط ما بيتلقيح يعني ذاتي تعرف ليش لأن النخيل شنوه وحادي الجنس أو المسكن يعني شنوه يعني الأجناص من فصلة هذا بالعامية الذكر وحد يسموه الفحل والأنثى وحد هاي هي هاي للتوضيح تمام فلذلك نحن نخل إذا هي فحل ما تطيك أنه تمر لو تموت زيان إلا تكون شنو أنثى واللقحها خلطيا اللي هو الإنسان يلقح فخلصنا معكم اللي هو محاضرة اليوم اللي هو عمليات التلقيح مراجعة سريعة عمليات التلقيح انتقال حبوب اللقاح من الموتك إلى الميسم ورح شي أدي هذا الانتقال إلى عمليات الإقصاب وتكوين البذور عندك نوعا من تلقيح تلقيح ذاتي وتلقيح الخلطي عرف للتلقيح الذاتي أي عمليات انتقال حبوب اللقاح من الموتك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو إلى زهرة أخرى لنفس النبات زين شنو منو الأمثلة عندك الحنطة والشعير والرز والفاصولية والقطن والبرتقال زين عندك شنو تلقيح الخلط انتقال حبوب اللقاح من الموتك زهرة إلى ميسم شنو زهرة أخرى لنبات آخر لنفس النوع أو ربما تنتمي إن من لنفس الجنس يقول لك التلقيح الخلطي أهم من التلقيح الذاتي تلقيح ذاتي لأن الثمار والبذور الناتجة تكون أول شيء كبير بالحجم أكثر بالعدد وأسرع بالدمو صار واضح لماذا نخلي خلائي النحل بالبساتين القريبة منها تلقيح الخلطي لضمان حدوث التلقيح الخلطي خلصت محاضرة إياكم وتعالوا للمحاضرة الجاي اللي هي تكوين أمبوب اللقاح والأخصاب وتكوين الجنين في أمان الله وحمد